بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المعارج ووقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون وقد تكلمنا عن الخلق وتكلمنا عن حال الكافرين فيما كانوا يظنون به وأن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن لهم أنه خلقهم كما قال هل أتى على إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة إنا خلقنا إنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أي خلقه من نطفة وأمشاج ومن أخلاط فجعلناه سميعا بصيرا جعله الله سميعا بصيرا أكان يقتضي هذا الإنسان الذي خلقه الله من هذا الأصل المهين أن يكون متكبرا جبارا طاغيا يعني يقف أمام كتاب الله وأمام رسول الله يعني يكفر بكل ذلك فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم كما ذكرنا في الدرس الذي مضى أن الله خلقهم مما يعلمون وهذا يعني لا يغيب عن ذهن أحد أنه يعلم تفاهة الأصل الذي بدأ منه نعم ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أطمع الكافرين ورجائهم في أنهم يدخلون الجنة حالهم كحال المؤمنين فنجعل المجرمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون بعد أن بيّن طمعهم في أن يكون لكل ملئين منهم أن يدخل جنة نعيم وبيّن أنه إن تساويتم مع المؤمنين كما قلنا في أصل الخلق والجنس الذي تجتمعون به جميعا أنكم من نطفة وخلقكم أطوارا ولكن مع ذلك فرق الله سبحانه وتعالى بين هؤلاء الجميع هذا الجمع الذي فيه المؤمن والكافر بماذا؟ بتميز الأعمال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسن يسره للعسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسن يسره للعسرة لذلك بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أقسم قسما عظيما قسما عظيما على لهؤلاء الذين لا يعلمون الذين لا يعلمون حقيقة أن الله سبحانه وتعالى الذي هو قادر على النشأة الأولى هو قادر على الإعادة فقال فلا أقسم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون الله سبحانه وتعالى يعني أقسمه بقسم عظيم بالمشارك والمغارب إنا لقادرون أي أن الله قادر ولاحظوا هنا قال إنا لقادرون كما قال إنا خلقناهم ولم يقل نحن خلقناهم وإنما جاءت هنا إنا للتعظيم لتعظيم السياق وتعظيم المقام وإن كانت تأتي نحن أيضا قريبة لهذا المعنى ولكن بين إنا وبين نحن فرق لطيف فرق دقيق ذكره أهل البلاغة في ذلك يعني لما يقول إنا أعطيناك الكوثر وعندما يقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون فإنا فيها على تعظيم الإفراد أكثر مما فيها على لفظة الجمع يعني نحن فيها لفظة الجمع هي للجمع الأصل وتستعمل للمفرد المعظم نفسه أيضا وإن الأصل فيها على الإفراد وتستعمل أيضا للتعظيم أكثر نعم قال ولكن لاحظ أنه يعني ذكرنا هذا أو لم نذكره قلنا أنه الله سبحانه وتعالى في مواطن التوحيد لا يأتي بنحن يعني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري لحظة أنه ما جاءت فيها أي لفظة فيها نحن أما في بعض الأمور وبعض يعني ما يخلق الله سبحانه وتعالى وما يفعله الله سبحانه وتعالى ربما تأتي كلمة نحن كما قال إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب كلمة القسم القسم غالب القرآن عندما تأتي لفظة القسم يعني في الاستعمال طبيعي بالنسبة لغير الله سبحانه وتعالى بالنسبة لغير الله عندما تأتي القسم غالبا تأتي للصدق والحلف يأتي للكذب إلا في موطنين خلفة يعني بين هذا وبين يعني بين القسم وبين الحلف يعني قال يعني ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وجاءت للمؤمنين قالوا هذه ما خلفت لأنه هنا اليمين الذي لم يبره المؤمن فكأنه كان حلفانا فجاء ماذا أنه يعني يعطي عليه كفارة لأنه أقسم ولم يبر بقسمه وكذلك جاءت أقسم مع إبليس ومع سيدنا آدم عليه السلام ومع إبليس قال قسمهما وقسمهما أني لكم من الناصحين وهنا ذكرنا إشارة قلنا سابقا قلنا إنما القسم جاء هناك إكراما لآدم عليه السلام لأنه قسم على من ذهب على معنى المفاعل فيها والمشاركة فيها فكأنه حتى عندما سئل القفال الشاشي قالوا علمنا ماذا أقسم إبليس فعلى ماذا أقسم آدم يعني إبليس قسمهما أني لكم من الناصحين فلماذا يعني من الحكمة أنه لم تأتي وأقسم لهما أني لكم من الناصحين جاءت قسمهما قال لأن المقاسمة تدل على المفاعلة والمشاركة فذكر القفال الشاشي في تفسيره على أنه يعني وكأن آدم عليه السلام أقسم عليه أنه الذي قلته حقا فكانت هنا المقاسمة على معنى المشاركة في القسم أي إبليس أقسم على ما يريد وآدم عليه السلام أقسم عليه على أنه هل الذي قلته حقا أو صدقا هكذا يعني بعض العلماء أرادوا تخريج مسألة المفاعلة في القسم وإن كان يعني ليست دائما المفاعلة تدل على المشاركة فقد تأتي المفاعلة وليس فيها معنى المشاركة لكن هكذا ذكر أهل التفسير ولذلك لاحظوا يعني قالوا إكراما لآدم القسم يكون للصدق فلما كان آدم شريك في المسألة هذه جاء القسم إكراما لآدم عليه السلام قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب نعم أقسم الله بقسم عظيم وهنا لا أقسم بمعنى أقسم وسنتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل أدق عندما نقف على بعض الآيات التي ابتدأت بالقسم ونفصل القسم يعني ما حكمه وكيف يستعمل القسم في القرآن الكريم وما الحكمة أن الله يقسم بمخلوقاته وغير ذلك من الأمور سنفصل فيها إن شاء الله القول في بعض الصور التي تكلمت عن القسم في القرآن الكريم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون أقسم الله الذي هو رب المشارق والمغارب قال يما ابن كثير قالوا كأن هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول أنتم يمن يعني استعظمتم إعادة خلقكم أليس الذي قادر على البداء وعلى خلقكم أول مرة قادر على الإعادة والإعادة هي أهوى في ظنكم أنتم كما قالوا وهو أهوى عليه وليس هناك هي وكبير على الله تعالى الله علوا كبير إنما هذا أهوى عليكم في تقديركم أنتم لأن الذي يفعل الشيء أولا قادر على إعادته مرة ثانية فهنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالمشارق والمغارب كما قال ابن كثير الناظر إلى الكواكب والنجوم والأفلاك والأقمار وغير ذلك ويرى هذه الحركة وكلهم في فلك يسبحون القادر على إنشاء هذا الكون كله أليس بقادر على أن يعيد إنسان بسيط جدا لا يساوي شيء حجما مع هذا الكون ولذلك ماذا قال قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعني هل تعتقدون أيها الجهلة أن حاشاكم هل تعتقدون أيها الجهلة وهذا على الكافرين أنه من خلق السماوات والأرض وهذه الكواكب والأجرام والأفلاك هذا الكون العظيم الذي خلقه أياجز عليه أن يعيد إنسانا بعد أن يعني يتفتت في التراب كما قال تعالى يعني عندما يخاطب من ينكر ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يقول أنه يعني قضية أنه أنت يا من تقول أنه إذا مت وكنت ترابا كيف أعود ألم يقول الله لقد علمنا لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ أي أنه كم ميليغرام إن صح التعبير بهذا الرقم وإن كان الأمر يعني أعظم من هذا ولكن على افتراض الإنسان الذي يفهم المقاييس والأوزان والأحجام يعني الله يعلم ما تنقص ما تأكل الأرض من جسدك لو كان أقل من ميليغرام فعندنا كتاب حفيظ عندنا كتاب يسجل أنه كم نقص منك وبقي في الأرض وإذا أراد الله الإعادة فإنما عليه أن يقول عد كن مرة ثانية فإذا هم قيام ينظرون مجرد النفخ في الصور ويأذن الله بالأرواح أن تدخل الأجساد فإذا هم قيام ينظرون ولذلك الله سبحانه وتعالى بين أنه خلق السماوات والأرض هذه آية من آياته قال يعني الله سبحانه وتعالى ماذا قال قال وفي الأرض آيات من المقنين في الأرض آيات المقنين وفي أنفسكم أفلا تفسرون نعم الذي ينظر إلى آيات السماء والأرض وينظر إلى آيات الكون يكون له حج ويكون له دليل على معرفة أن الله سبحانه وتعالى القادر على خلق هذا الكون وإيجاد هذا الكون بهذه الصنعة وهذه الدقة قادر على إعادة هذا المخلوق الضئيل حجما أمام هذا الكون العظيم نعم قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب المشارق والمغارب قال عن ابن عباس ويعني المشهور هو هذا والذي هو الأصح أنه قال المشارق والمغارب ما رويه عن ابن عباس قال إن الشمس ثلاثمائة وستين مطلع كل يوم تشرق في مكان ولا تعود إليه إلا في العام المقبل في العام المقبل أيضا تعود إلى نفس المكان وأكيد إذا الشمس شرقت في مطلع معين ستغرب في مغرب معين وذلك قال المشارق والمغارب على اعتبار أنه القادر على حركة هذا الكود وهذه الشمس التي نراها عظيمة قادر على أن يجعل لها مطالع ويجعل لها مغارب زين المشارق والمغارب ومنهم من قال أنه المراد بالمشارق والمغارب مشارق الكواكب ومغارب الكواكب ومنهم من قال على أنه مشارق القمر مشارق القمر ومغارب القمر كم مرة يخرج وكم مرة يختفي في الشهر ومنهم من قال على أنه وذهب في قضية بعيدة لكنه نذكرها كما ذكر ذلك الإمام الرازي قال إنما المشارق أراد بها نبوات الأنبياء لأنها كالضياء التي تنير الأرض وتنير الحياة والمغارب أراد بها موت الأنبياء ومنهم من قال على أن المشارق والمغارب على معنى تغير الفصول وتغير الأحوال وتغير كل شيء المشرق العرب مرات تذكر لفظة الشروق وتريد به الخير وتذكر لفظة الغروب وتريد به الشر أو السوء ولذلك لاحظوا قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قال أهل التفسير عشية أي ساعة شدة والضحاها ساعة رخاء فالعرب قد تشير بالنور والشروق والغروب النور والظلام إلى معاني كثيرة كما في قول الله تعالى أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال الظلم ظلمات يوم القيامة فجعل الظلم ظلمات ولكن في قول الله وأشرقت الأرض بنور ربها ومن الأقوال الموجودة كما ذكر ذلك الإمام البغوي في التفسير عن الحسن وعن الشعبي قال وأشرقت الأرض بعدل ربها فجعل لما كان الظلم ظلام جعل النور عدل أيضا هذا من معاني التي تستعملها العرب وهو معنى معروف نعم وقد ذكره الإمام البغوي في التفسير في معالم التنزيل نعم قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب القادر على هذا الكون كله إنا لقادرون أي نحن قادرون قادرون على ماذا؟ قادرون على الإعادة التي أنكرتموها وقادرون على إرجاعكم مرة ثانية بلى قادرون على أن نسوي بنانة حتى هذه نقشة الأصبع قادرين على أن نعيدها مرة ثانية وعلى أن نسوي بنانة فالله قادر وقدرة الله سبحانه وتعالى يعني قدرة عظيمة غير متناهية حتى يحصرها مشرك أو جاهل أو كافر أنه يعني الله ليس بقادر على أن يعيد كذا ويفعل كذا تعالى الله عن ذلك علوا كبير إنما ذا كله رد على المشركين الذين أخذوا يتبجحون ويتحكمون في كون الله سبحانه وتعالى على أن الله يعني ليس بقادر على الإعادة ولذلك عندما كانوا يأتون بعظام ويقولون للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي جاء قالوا إذا كنا عظاما نخرة تلك إذن كرة خاسرة يا محمد بعد أن نكون عظام نخرة وتنخرها إما نخرة أي مفتتة أو نخرة يعني ناخرة في قراءة على أنه تدخل فيها الريح فتصوت فيها يعني تكون العظام كالأنابيب المجوفة أن تكون ناخرة أو نخرة هل الله قادر على أن يعيدنا وكالذي الذي أمسك عظما ففتته أمام النبي قال يعيدنا الله بعد أن نكون هكذا وسحق العظم بيده قال نعم يعيدك ويدخلك النار لذلك هؤلاء الذين يعني حصروا قدرة الله سبحانه وتعالى ولم يطلعوا إلى أفاق الكون ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل النظر في آيات الكون أو النظر في الكون يعني هو عبرة للإنسان أن يعلم أنه هذا الإله العظيم القادر على هذا الكون على خلقه وصنعه وتدبيره هذه الأفلاك العظيم التي تدور في مدارات لا تتقدم شبرا ولا تتأخر شبرا وكل في فلك يسبحون هذا النظام الذي ضبط الله به الحياة وضبط به الكون وضبط به المجرات والتوسع الموجود في الكون وكل يوم يكتشف لنا العلم مسألة تدل على عظم الله بالنسبة لهم أما بالنسبة للمؤمن فإن الأعرابي كان يعلم أن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فما كان يحتاج إلى كشف علمي ولا إعجاز علمي لكن نحن الآن عندما نتكلم عن إعجاز العلمي حقيقة نريد أن يكون هذا الإعجاز العلمي لغير المسلمين يعني مع الأسف الآن أكثر المسلمين يعني تركوا أن يتركوا التفسير ويذهبوا إلى ماذا الإعجاز العلمي حتى يعني يرون أن القرآن قد كشف كذا وفعل كذا لكن المسلم علي أن يعرف كتاب الله أولا قبل أن يفكر في قضية الإعجاز العلمي هذا الإعجاز العلمي مع ضوابطه ومع شروطه الدقيقة جدا التي خالف البعض في كثير من الأحيان خالف حقيقة الضبط العلمي في مسائل القرآن الكريم لكن ليس مجالنا الكلام عنه اليوم نعم قال إننا لقادرون أي لنا القدرة العظيمة التامة الكاملة على الإعادة وعادة هذه الأجسام وجمع ما تشتت من أجزاء ذلك الإنسان في التراب هذا الرجل الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته الذي قال إن ميت أنا فاحرقوني ثم طحنوني ثم فليأخذ كل واحد منكم جزء من هذا الرماد ولينثروا في البر والبحر واليابسة وذروني في الهواء قال ثم أمر الله الأرض أن تجمع ما عليها فإذا هو واقف فقال الله له ما حملك أن تفعل هذا قال خشيتك يا رب إذا نلاحظوا قضية أنه يعني أين تذهب أين تذهب أيها الإنسان وأنت في ملك الله وأنت في قبضة الله والأرض جميعا قبضته يوم القيام والسماوات مطويات بيمينه من فكر بهذا التفكير وعلم أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هو الله بعظمته أيقن باليقين القاطع والشديد الذي لا يقبل فيه اللبس على أنه هذا الإله العظيم الذي يستحق أن يعبد ويستحق أن يزد له ويستحق أن يعني يقوم الإنسان في يعني ليله ونهاره بما أمر الله ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني يعلم أن أعمالنا فيها نقص ويعلم أنه مهما عملنا لن نوافي يعني حق الله فيما قدر علينا وفيما أعطانا من نعم ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني برحمته العظيمة يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد منكم ينجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدين الله برحمته وكما قال تعالى أيضا كلا لما يقضي ما أمره قال لا يوجد الإنسان قضى بكل ما أمره الله به لأنه يبقى الإنسان فيه نقص وفيه تقصير حاش النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من بعده لكن ابتداء الكلام عام وإن كان الطبري قال عن هذه الآية أن هذه الآية خاصة بالكافرين نعم حتى يعني نخرج من الخلاف في المسألة نعم بعد هذا القسم العظيم الذي أقسم الله به قال على ماذا أقسم إننا قادرون على ماذا هذه القدرة قال على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين أي أنه أنتم يا من اعترثتم وتكبرتم هل تظنون على أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يستطيع تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا أن يستبدل قوما غيركم كما قال ثم لا يكونوا أمثالكم وكما قال يعني الله سبحانه وتعالى أنه يبدل الخلق كما جاءت الآية قال على أن يعني على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين أنه نبدل هؤلاء الناس يأتي قوم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذه آيات جاءت لبيان على أن الله قادر على التغيير وقادر على التبديل وقادر على إنشاء قوما آخرين كما قال إمام الطبري قال والأولى من الأقوال الكثيرة في التفسير في هذه الآية على قضية التبديل هل تبديل للذوات أم التبديل للأخلاق والصفات أم غير ذلك هل الكلام على أنه الله سبحانه وتعالى كما أنه خلق خلقا كاملا في الطاعة والعبادة والملائكة قادر على أنه نبدل خيرا منهم على أنه نجعل من الناس من على الاستقامة وعلى الطاعة وليست هذه الآية على تفضيل الملائكة على البشر لأن هذا فيه تقسيم عند أهل السنة كما هو معروف لكن على قضية ذاتية الطاعة هذا المقصود في الجزئية في ذاتية الطاعة والإمام الطبري يقول والأولى حملها على أنه كما قال يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم كما ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال على أنه نبدل ولذلك من أخذ التبديل على معنى الاستبدال يكون فيها معنى ومن أخذ على معنى التعويض يكون فيه معنى وهذا كما أشار إلى ذلك الإشارة يعني ابن عشور في تفسيره قال على أن نبدل خيرا منهم ونبدل الخيرية هنا يعني خيرية الإيمان وخيرية الطاعة وخيرية القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى قال خيرا منهم خيرا من هؤلاء الذين يعني عصوا وتجبروا وطغوا في الحياة الدنيا ولذلك البعض من الناس يعني يجب أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى كما قال ولو شاء ربك لا جعل الإيمان واضح عند الناس جميعا لهذا الناس جميعا ولكن الله شاءت حكمته أن يكون فمنكم مؤمن ومنكم كافر هذه حكمة الله في الخلق وإلا لو شاء ربك لهذا الناس جميعا جعل الناس جميعهم على الإيمان ولكن قدرة الله ومشيئة الله هي التي شاءت أن يكون الحال هكذا قال نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين أي لا يغالبنا أحد على معنى وما نحن مسبوقين أي لا يسبقنا أحد إذا أخذنا على ظاهرها وإذا أخذنا على لازمها أي نحن لسنا لا يغلبنا أحد في أمر قضيناه لأنه يجب أن يعلم العبد أن الله غالب على أمره الله له حكمة وله أقدار قدرها وجعل من هذه الأقدار أشياء يجب أن تكون ربما الإنسان يعني يستعظم بعض الأشياء ويقول كيف يقع عندما نرى هذه دماء المسلمين في كل مكان وما يحصل لأهل الإسلام في كل مكان يعني بعض الناس من جهلهم يقول يا رب أما ترى هذا الأمر نقول الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك وكل شيء يجري بقدر الله فالله أضار النافع لا يمكن لإنسان المحي المميت لا يمكن لإنسان وما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة الله سبحانه وتعالى قدر لكل إنسان نصيب ولذلك كما قال أحد الصالحين عندما مر فرأى رجلا قد علق الحجاج مشنقته فقال يا رب بينه وبين نفسه قال يا رب حلمك على الطاغين حلمك على الطاغين وعلى الطغاة يعني انظر ماذا حل بالمسلمين وماذا حل بالصالحين قال فرجع من يومه فنام فرأى ذلك الرجل الذي سيصلب في أعلى عليين وصوت يناديه فيقول له حلمي على الطاغين أوصل هؤلاء إلى أعلى عليين لذلك لا تدريل عبد الله سبحانه وتعالى قدر قدرا وقدر أمرا لهؤلاء كما قلنا يعني نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها هناك تقديرات في الكون الكون لم يخلق عبث أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون لا يمكن أن يظن الإنسان أن الكون هكذا يعني تركه الله من غير إدارة من غير ضبط من غير يعني كل شيء كل شيء بقدر وكل شيء خلقناه بقدر الله سبحانه وتعالى ما جعل شيء في الكحف الحياة إلا بقدر وبميزان دقيق وبحساب عظيم لكن تعجز همة الإنسان وقدرة الإنسان وعقل الإنسان عن إدراك حكمة الله في خلقه لا تدري أنت يعني كيف يقدر الله كيف يرزق الله كيف يجري الله أقداره يثبت الآجال يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال وما نحن المسبوقين أي لا يسبقنا أحد إلى أمر أردناه كما قلنا والله غالب على أمره ولذلك قال وما نحن المسبوقين أي لا يسبقنا أحد إلى أمر أردناه ولا يغالبنا أحد لأنه الملك يومئذ لله الحق فيكون وما نحن المسبوقين على أنه قادرين على أن نبدل ونغير أو نخرج من أصلاب هؤلاء الكفر وناس مؤمنين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولذلك لاحظوا هذا يعني حلم الله سبحانه وتعالى وصبر النبي عليه الصلاة والسلام على كثير من الأقوام الكفر الذين جاءوا جاء من أصلابهم وناس موحدون وناس حملوا راية الإسلام خارج الجزيرة ونشروا الإسلام في كل مكان نتوقف لهذا القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة